من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن بلاده تقف بواجه العنف والإرهاب وتسعى لتحقيق التوازن بالعالم وواجه بلينكين الشكرة لمصر على مساهمتها في تحقيق السلام بمنطقة الشرق الأوسط نعم نحن نقف بواجه العنف ونتصدى للإرهاب ونسعى لتحقيق التوازن بالعالم ونحن نريد العالم كله في سلم وأمان ولهذا نشكر قدوم مصر اليوم لتحقيق تلك السبل ونحن من أجل نتعزيز سبل التعاون والتسامح بين البلاد